السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيب قلبي عاملين ايه النهاردة مع بعض هنعمل حلوة لشرب الشاي سهلة وبسيطة ومقوناتها موجودة في كل بيت متخدوش متحستوش ان المقونات كتير ده ايه متوفرة في كل بيت بازن الله ببيضة واحدة هتعملي حلوة لشرب الشاي بتمنى يا رب الفيديو عقبكم ما تنسوش تحطونا لايك الفيديو ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا على طول معي امتين وخمسين جرام من الزبدة الزبدة بدرجة حالة الغرفة معي تلات تربع كباية من السكر البودر او السكر يكون حبيبته نعمة اهم حاجة يكون حبيبته نعمة جدا ونسل كباية من الزيت وبيضة واحدة ورشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر وكيس صغير من اللي هو الفانية الرشة بستكلم الفانية عشان هي بيضة واحدة وكمان معانا بقى اي مقصرات موجودة عندك دوت شوكلة شيفس او قطعة شوكولاتة اللي متوفر عندك ده بندق مجروش وكمان زبيب مقطعة حتى الصغيرة لو انت عندك بقى فول سوداني جروشي حلو جدا برضو اي حاجة متوفرة عندك يشتغل بيها اما بقى بالنسبة لكمية الدقيق على حسب الاستخدام انا استخدمتها في الوصفة تلات كبيات الا معلقتين تمام اه انت بقى هاتي تلات كباية جنبك وشوفي تستخدمها اكتر او اقل على حسب اه المرونة العجنة معاك وفي ايديك اه اول حاجة كده بنزل بالزبدة بتاعتي اهم حاجة الزبدة بتكون بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش مطلعة من التلاجة ببدأ كده احط عليها الزيت وببدأ ان انا ايه ادعاكم في بعض عايزاهم ياخدوا بدرجة حرارة ايدي بكافة ايدي كده بتدفيهم شفت لما بنعمل بسكوت او بنعمل غريبة او بنعمل بوتيفور زيه كده ممكن تستخدمي طبعا العجان او المضرب الكهربائي بس انا حبيت ان انا اشتغل النهاردة من غير مضرب اي حاجة عشان تحسهم وصفة قد ايه سهلة وبسيطة بفضل كده ان انا ادعاكم مع بعض لحد ما لانهم يفتح شوية تمام ولازم طبعا اه يعني ايه تستخدم السكر يكون حبيبات وما تكونش خشن قوي انا استخدم السكر بودر اه هجب بقى البدر بتاعتي مش هستخدمها كلها في الوصفة انا هستخدم بس استفار دلوقتي وهسيب البياض لبعد كده هتشوفه انا هستخدمه في ايه احط كمان عليه الفانيليا رشة بسطة بسطة بالفانيليا لانها هنحط صفار بيضة بس بعد كده هنحط السكر كل حاجة يعني يطبر كل حاجة على بعض ادي ايه الوصفة سهلة وهتحس بمتعة وانت بتعملوها يعني احساسك كده وانت بتعجيني بدي كده خير وبركة في البيت ما اقول لكوش ببدأ كده نقلبهم كده مع بعض الحد الماح وبيبط السكر يعني السكر يدوب خالص ولون الزبدة يفتح معنا تمام كده شايفين الزبدة بتفتحي ازاي كل ما بقلبها في السكر انا بحب الشغل بالزبدة جدا اي نوع زبدة عندك اشتغل بيه ما فيش اي مشكلة شايفين انا عايزة وليكو بس ايه ان ما بتاخدش وقت طبعا لو استخدمت عجين يعني بيكون وقت قل حد كده البيكنج بودر ورشد الملحة اسفل البيكنج بودر ده البيكنج بودر اهو وبحط بقى ايه اي انكسطرات عندك اي حاجة عندك حطيها عندك الليه الفواكه المجففة برضو حلوة اللي يبقونوا عليها فواكه مع السلة اه حط كده ببدأ حط بقى بنزل بالضيق واحدة واحدة كده وانا طبعا استخدمت يعني كنت حاسة ان هو كبير فالقيته ايه الطبقة اللي انا بستخدم بشتغل فيه لقته صغير عن مقدار بس مش مشكلة برضو هكمل حط كده واحدة واحدة ما تستعجليش اه العجينة بتاعتنا ما بتكونش اللي هي النشفة اوي ولا جامدة بتكون في قوام اه اللي هو البوتيفور والغريبة يعني ما بيكون قوامها في تلزيقه بسيطة مش عايزينه يكون جامد اوي ولا سيح اوي معاكي تمام قوامه يكون قوام وسط كده بافضل اضيف دقيق واحدة واحدة لحد ما حست ان القوام معايا في تلزيقه بس خالص تمام بدأت الم هول عجينة وشايفين فيها تلزيقه بس التلزيقه بتاعتها اكترة شوية قمت حطة كمان شوية دقيق انا مستخدمتش تلات كوبايات دقيق كلهم انا استخدمت كوبايات تلات كوبايات الا حوالي تلات معلق تقريبا تلات معلق كبار يعني قولي تلات كوبايات اللي ربع انت هاتي تلات كوبايات وحطيهم جنبك وشوفك تستخدمي منهم قد ايه خلاص كده ركنتها على جنب بعد مقوامه محل وشايفين تبقى معايا حوالي كوبايات معلقتين او تلات معايا ببدأ كده هفرد العجينة بحط كده كيس من اللي هي الاكيس بتاعتها تفرديها تفتحها كده او دي اللي كيس بتاعت البفتيك وتفتحها وتحطها بالشكل ده انا كنت اصلا نخلت دي اللي ما انخلوا كنتم جاهزاهم جنب برضو عشان اعمل خطوة دي بحط دي اللي بقى عشان بيسهل علي فرد العجينة بدل ما تروح معايا يمين وشمين انا كنت حاسة ان الكيس تغير ام على مقدار العجينة فحطت كده جزء الاول وقلت اجرب اشوف ازا كنت اعرف احط بقيت العجينة كلها مرة واحدة وده هيسهل علي جدا ولا لا ورشدت على او الشهد ايه وبدأت ان انا احط كده كيس تاني دي بقيت العجينة ايه هحطات دلوقتي هنكملها هحطة برضو مع بقيت العجينة وهتشوفو ان هعمل ايه حسيت برضو ان هي ما شاء الله ممكن تاخد العجينة في خط بقيت العجينة وحطتها كده في الاطراف اهو عشان اسهل على نفس الشغل احط الكيس تاني عشان الكيس نفسه لست فيه اثار دي لو تاخدوا بالكم فما حطش عشان كده ممكن بقى لو ما عندكيش بقى اللي هي اللي بنفرد بقى العجين من الشابة تقدر تعملي بيديك كده هتتفرد معاك لانها اصلا قوامها حلوة قوي هد يعني هتحس بمتعة ومسكين العجينة لانها بجد زي الزبدة شايفين بتفرد معنا ازاي بمنتهى السهولة شايفين حلوة جدا وما اخرتش منها وقت خالص ببدأ كده خلاص هافرتها آآ هقطع كده الجزء اللي هو المشنشر دوت اللي بنقدام عشان آآ تكون مصدبطة معايا طبعا الحاجات اللي احنا بنشرها دي ما بتآ او البوائي بتاع العجين ما بنرميهاش هستخدمها وهتشوفها هستخدمها زي في الاخر عارفين بقى اللي هي الاطعاط اللي همشنشرة دي تقدر تعمليها مدورة تقدري انك تعمليها زي الهل زي ما هتشوفي تقدري تعمليها بالمكعبات يعني لها افكار كتير تقدري بتعليفة زي الرول وتحطيها في الفريزر زي زي السويسرول وتقطعيها برضو ما في يعني افكارها كتير بس عشان انا مستعجلة ما عملتش خطوة الفريزر دي لانها بتاخد وقت شوية شايفين قطعتها معاكو زي الهلال شكلها ها بس حسيتني العجينة قدي ايه يعني نعمة قوي فها هحاول ان انا اساعد نفسي ان انا ايه اه اجيب حاجة اشيل بيها يعني تساعدني لانما جيت اشيلها حسيتني ايه ايه قوي شايفين بالشكل ده تقدر تجيب اي حاجة تستخدميها معاك اوقات بتطلع معايا جوة بتمسك في في القطعة فباش بحطها على طول يعني انت برضو ايه زبط نفسك كده شايفين بقطعها كزا واحدة وباشيلها بالراحة وبحطها تمام كده ايه رأيكم بقى وصيتنا النهاردة سهلة هتحسوها كده شوية زي الكوكيز لانها اصلا بتزيز شوية في الفرن حاولت اطعات اطعات صغيرة لانها بتزيد يعني حجمها بتزيد شوية في الفرن عشان طبعا فيها بيكنج بودر وهي اصلا عجينتها تشبه شوية للكوكيز بس الكوكيز يعني ايه مختلف شوية في حاجات بسيطة في المقادير بس هو دي اعتبر نفس الفكرة هو بس طرقته بس كود سهل وسريع ومش بياخد وقت خالص وشكله بجد حلوة جدا والطعم مؤدكوش طحفة بتمنى ان انتم تجربوه على ضمنتي لانه بجد حلوة دي رأيكم بواقي العجين دي بقى منرماش هوريكم بنستخدمها ازاي ممكن طبعا تلميها وتسيبها ترتاح شوية وترجعي تفريديها وتعمليها بنفس الخطوات تاني لو انت عايزها نفس الشكل وممكن تعمليها زي الغريبة كده بالشكل دوت آآ انا عاملها كبيرة لو انت عايز تعمليها اصغر برضو اللي يديحك دي حاجة بترجع بقى لكل واحدة وكل واحدة وزقها وممكن تلميها كلها بقت العجينة كده وتحطيها في كيس آآ كيس وتحطيها وتدخلها وتعمليها زي الرول وتدخليها الفريزر وتطعيها شريح وتدخلها الفرن ما فيش اي مشكلة شايفين حلوة جدا خلاص خلصت الكمية بقى بتاعتي دلوقتي بقى ايه هنعمل ايه مملك آآ هنبدأ بقى ازاي نسويها جابت كده آآ صانية الامونيوم او اي صانية عندك صاغ اي حاجة وحطيت في الارضية بتاعته آآ ورق زبدة لو ما تجيش ادنيها بطبقة خيفة جدا من الزبدة هتشوف برضو ممكن تعمليها ازاي حطيت كده ده بيض البيضة لو فاكرينه اللي كان باقي عندنا حطيت عليه نقطتين من الخل ما تقطرش الخل عشان بس يفصل معنا البيض ويكون ما يكونش يكون سايل عايزون يكون سايل بعد كده هبدأ ااخد كده ايه قطعة آآ انت ممكن تنزلها كلها كده بالشكل ده آآ والافضل انك تعملي زي ما هعمل غير وقت برضو بالفرش انا نزلتها كده حسيت ان الموضوع صعب قلت لا ده انا جيب بالبقى الفرشة وعملها بالفرشة ويكون اسهل هتشوفوا معي برضو دلوقتي شايفينه بتبداية نزلها بقى انت ستقول لكم ان انا دوت آآ بندق آآ مبشور او مجروز زي ما بتقولوا آآ لو عندك برضو آآ ممكن تحطي مكان البندق حطي ايه مقصرة عمدك ممكن تحطي آآ اللي هو فول السوداني آآ برضو مجروز بعد الوقتي في محالات ومستلزمات الحلويات آآ هنا بقى زي ما انتم شايفين اهو بدأت ان انا اعمل ايه بالفرشة لقيت الموضوع اسهل ممكن بقى تاخد من من المقصرة وتحط عليها وممكن تنزلها برضو في الطبق اللي ريحك ده بيكون شكلها احاول كده اوضحها لكم كمان اهو ما تستوش بقى بالله عليكم تحطونا لايكات الفيديو وتوصلوه لأكبر عدد من لايكات عشان آآ الفيديو يكبر وتشجعوني كده لان بجد اليوم دولت عندي كم حاجة لبخين جدا مش بستور فيديوهات كده ازا الاول فتشجعوني بالله عليكم باللايكات عشان الشجع كده وحس ان انتم بجد بتشجعوني وان انا اصولوك فيديوهات اكتر واكتر بازن الله خلاص كده خلصت كل الكمية آآ بالنسبة للاشكال انا عملتها اهوات وهسوي برضو جزء من غير ما حط بقى ببيض وكلام منت هبدأ بقى اعمل معاكو برضو الشكل تاني عشان اللي ما عندوش قطعات ما يوقفش نفسه تقدري تعمليها زي البسكويت كده او زي الغريبة زي ما انت شايفها دهانت كده صنية آآ زبدة خفيفة وبدأت ان انا اعملها بالشكل ده معاكو زي ما قلتلكو آآ اي حاجة قطعوها بالشكل اللي رياحك ما توقفش نفسك على حاجة بجد تعملها حلو جدا وهنسويها في الفرن على درجة تحرارة مية وتمانين اخدت معايا بس ضبط من خمستاشر لعشرين دقيقة على حسب الفرن بتاعك فخلي بالك عند خمستاشر دقيقة بدأي بوست عليها اول ما بتحسي ان هي بدأت كده تسيب اصطنية يعني لو بتحرك الواحدة كده بالراحة ثابت اصطنية خلاص يعني ايه كده ايه استوى تطلعها هتحستها من فوق طريقة مش مشكلة اول ما بتطلع وبتشم الهواء بتنشف على طول ده شكلها بعد ما طلعتها من الفرن انا شغلت لها الشوية لو انت مش حابة تشغل الشوية ما فيش اي مشكلة ده شكلها اهو ده بالنسبة للدوائر وبالنسبة بقى للشكل الهلال بتاعنا شايفين شكله والتسوية بتاعته من تحت دايب دوب شايفين دايب ازاي ما اخدش مننا وقت خالص تهل وبسيط حلو جدا بتمنى يا رب تجربوه وتوصلوا فيديو ده الاكبر عدد من اللايقات بتمنى ادعكم للفيديو وتقول ايه رأيكم في الكومنتات وتمنى يا رب تجربوه وتقول ايه رأيكم اه في الفيديو بتاعنا النهاردة ايه رأيكم حلوين جدا انا لسه برضو مدخلها الفرن دلوقتي بقيت الكمية دومتم في رعاية الله ومع سلامة